الرئيس نبي بره لكلفهم بجيبه الزلم أحمد زيدان هن بيعرفوا لخطفينه وشكرا بحسب المتكلم فإن كل الظن إثم إذ نفى صاحب هذا الاتصال الاتهام الذي ألصق به بخطف أحمد زيدان وإذ المعلومات الأمنية والعشائرية تتوالى إلى قناة الجديد لتكشف خيوط عملية خداعا متقنة أوقعت بالسلطات اللبنانية كافة فشقيق خاطف أحمد زيدان الذي سعى الرئيس بره لإطلاق صراحه حضر جلسة تسليم زيدان في عين التيني من دون علم أحد بأن الزائر هو شريك في الجريمة إذ كان يسلم الطعام للمخطوف وهو ملثم ما صعب التعرف عليه من الإسراء محمد صيات معي هو الخطف الزلمي طيب هو اللي خطف الزلمي وكيف صار الموضوع عندكم أو كيف انتقل لقلكم انطلع مذكرات توقيف بحقكم وقتني علي فياد قيلوا حمد فياد تلما عن طريقة بكسام تلايس طيب انت عبتقول انه علي فياد هو اللي خطفه علي فياد مش التقب الرئيس بره وقعد هوية مش علي محمد محمد اللي هو شو بيقربه خيو المتصل اكد للجديد ان المجموعة الخاطفة قامت بخداع بسام تلايس الذي اوكله الرئيس بر ملاحقة القضية واوهموه بانهم سيقومون بدفع اموال مزورة للخاطفين الوهميين بعد ان تعرضوا لضغطات كبيرة فتخوفوا من ان يكشف امرهم اشتركوا في القناة